بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في جلستنا في مجال الطرابي فرط الحركة وتشتت الانتباه هذه الجلسة بإذن الله ستكون عن المهارات الاجتماعية في المدرسة للطلب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه بالتأكيد هؤلاء الأطفال المراهقين الذين لديهم فرط حركة وتشتت الانتباه يعانون من العديد من المشاكل ربما يحدث لديهم انطواء واكتئاب بسبب المشاكل الاجتماعية التي تحدث لهم في المدرسة بسبب عدم المقدرة على التكيف الاجتماعي بشكل صحيح دائما يفتعل ويسبب الكثير من المشاكل مع أقرانه بالتالي الأقران لا يرغبون باللعب معه مشاركته اللعب مشاركته الحديث ربما يصاب باكتئاب والقلق ضعف في الثقة والنظرة إلى نفسه العديد من المشاكل نحن في هذه الجلسة بإذن الله سنتحدث عن هذه المهارات الاجتماعية لتنميتها داخل المدرسة إن الضعف في المهارات الاجتماعية معيار أساسي في تعريف وتحديد العديد من الإعاقات الأكثر انتشارا مثل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه صعوبات التعلم ولذلك من المهم للطلاب تعلم المهارات الاجتماعية للوقاية والتقليل من تأثير هذه الإعاقات على النجاح المدرسي إذن مهم جدا لدي المهارات الاجتماعية لها أولى الأطفال للتفوق والنجاح المدرسي وحتى ليس فقط النجاح بالدرجات حتى النجاح في تعاملاته وأن يتعامل بالشكل الصحيح والأفضل قدر الإمكان على حسب إمكانياته مهم جدا داخل المدرسة تطوير هذه المهارات الاجتماعية سيساعده كثيرا من خلال الدراسة وتطوير الدرجات وكذلك تطوير شخصية هذا الطفل زيادة ثقته كذلك بنفسه عندما تكون المهارات الاجتماعية ضعيفة لا يستطيع المعلمين إشراك الطلاب مشاركة كاملة في خبرات تعليمية متنوعة وبالتحديد الجماعية كالتعلم التعاوني نحن دائما مع هؤلاء الأطفال الذين لديهم فرض حركة وتشتت انتباه نركز على أهمية التعليم وتدريبهم بطرق غير تقليدية نهتم جدا أن يتعلم هذا الطفل بطريقة و بأسلوب غير تقليدي نتحدث دائما إذا أردت مني من هذا الطفل أن يتعلم بطريقة صحيحة ألا أعلمه بالطريقة الاعتيادية للأطفال الآخرين يجب أن تكون طريقة التعليم أكثر فاعلية أكثر إثراءا وجذبا لاهتمام و انتباه هذا الطفل إذن كذلك من أهم هذه الأساليب أن يكون هناك الكثير منها تكون تعاونية تنافسية بين هؤلاء الأطفال و هؤلاء الطلاب من دوي فرض الحركة و تشتت انتباه و كذلك غيرهم طرق تعليمية يجب أن تكون تعاونية فيما بين بعضهم البعض لكي لا تكون الطريقة المعتادة و الاعتيادية و تكون فعالة هناك العديد من الطرق و لكنها تستوجب و تستلزم أن تكون هناك مهارات اجتماعية لهذا الطفل مهارات اجتماعية مناسبة لا يكون الآخرين يتجنبون هذا الطفل و كذلك هو لا يقوم بإذاء هؤلاء الأطفال الآخرين كذلك من هم في سنه افتعال العديد من المشاكل كذلك يجب علينا تطوير هذه المهارات اذا لكي نصل به إلى خبرات تعليمية أفضل و أكثر جودة منها عبر التعلم و التعاون على سبيل المثال من خلال تطوير مهارات هذا الطفل الاجتماعية يجب أن تكون مهارات الاجتماعية متطورة متميزة مناسبة لا يجب أن تكون متطورة لكن على الأقل يجب أن تكون مناسبة مهم جدا ربما هو بسبب فرص الحركة الاندفاعية التي لديه تحدث له بالتأكيد بعض المشاكل لكن يجب أن نقللها قدر الإمكان و نزيد من المهارات الاجتماعية لكي يستطيع الدخول في العديد من الأنشطة التعليمية حتى التي تحتاج إلى مهارات اجتماعية مناسبة و مع زيادة استخدام معلمية الصفل استراتيجيات تعليم التعاوني في المناهج أصبحت الحاجة لوجود مهارات اجتماعية لدى الطلاب واضحة كما نبهنا و ذكرنا قبل قليل الأهمية لهذه الطريقة لما نذكره دائما عن أهمية هذا التعليم التعاوني التعليم التعاوني مهم جدا تظهر أهمية وتطبيقه الآن بشكل أكبر دائما ما يقوم المعلمين بتطبيق هذه الطرق الفعالة جدا في تطوير مهارات الأطفال فلابد إذن لنا بالتالي أن نطور من مهارات اجتماعية لطفل فرط الحركة و تشتت انتباه لأنه بالتأكيد إذا كان لديه كل ما زادت المشكلة و قلت المهارات الاجتماعية التي لديه و أصبح فيها مشاكل كل ما قلت استفادته من طرق التعلم و خصوصا التعاوني منها و الذي يحتاج إلى اشتراك طالب و حتى و طالب آخر أو مجموعة و مجموعة أخرى أيًا كانت يحتاج الطلاب الذين لديهم إعاقات التدريب على مهارات للمشاركة الكاملة في التعليم التعاوني مثل تقديم و تقبل التغذية الراجعة أو الاستماع أو التعبير المناسب عن نفسه إذن الطلاب الذين لديهم إعاقات أيًا كانت صعوبات تعلم كذلك لدينا فرط حركة و تشتس انتباه كذلك يحتاجون إلى بعض التدريب على هذه المهارات الاجتماعية نحن من خلال التعاوني على سبيل المثال يحتاج الطالب أن يتحدث و يجيب عن نفسه و عن المجموعة و لكن يجب أن يكون لديه مهارات في التحدث و يعبر عن رأيه مع المجموعة التي هو فيها إذن نحتاج إلى تطوير مهارات التحدث و التحبير عن نفسه كذلك لدينا مهارات الاستماع يجب أن تتطور مهارات الاستماع لديه مهارات الاستماع مهمة جداً و لها علاقة بالمهارات الاجتماعية لأنه يجب أن يستمع بشكل جيد يعني المهارات الاجتماعية عبارة عن التواصل الأطراف مع بعضها البعض كيف أتواصل مع الآخرين إذا لم أستمع لما يقوله من الأساس جيداً إذن أحتاج كذلك إلى تطوير مهارات الاستماع لهذا الطفل العديد من الأساليب و أساليب التدريب كثيرة جداً على هذه الأدوات التي نحتاجها في زيادة لنقل مهارات الطفل الاجتماعية الاستماع ربما عبر كتاب و منهج لغتي العديد من التطويرات لهذه المهارة و التطوير و العديد من الأهداف لتطوير مهارة الاستماع مهم جداً لدينا هذه المهارة و أنا دائماً أبين مدى أهميتها لجميع الطلب الذين نتعامل معهم خصوصاً طلبة التربية الخاصة بجميع أقسامها تطوير مهارات الاستماع مهمة جداً لديهم مهمة جداً من خلال منهج لغتي تطبيق الأهداف التي فيه سأصل إلى تطوير مهارات الاستماع التي لديه عندما يكون لدي أسئلة على سبيل المثال في النصوص التي لدينا مادة لغتي مليئة و كلها عبارة عن قطع و جمل و عبارات و نصوص و أناشيد داخل هذا المنهج بعد كل نص بعد كل أنشودة موجودة هناك أسئلة بعد هذا النص يجب أن أهتم و أستثمر هذه الأسئلة هي تقييس لمدى الاستماع لدى هذا الطفل هل الاستماع لديه جيداً؟ طبعاً نحن نتكلم عن الاستماع و الاستيعاب بمعنى أنه استمع و استوعب الكلام الذي سامعه و استطاع الإجابة فتطوير هذه المهارات مهم جداً مهارات الاجتماعية مهارات تواصل مهم جداً لإيصال هذه الأفكار لهؤلاء الأطفال إذن ما الذي يجب علي فعله؟ عزز الشعور بالانتماء في الفصل الدراسي مهم جداً أنه عزز شعوره داخل بانتماء للفصل الدراسي يقدر الفصل الدراسي الذي هو فيه يحب زملاء المجموع الذي هو فيه إذا كان هناك تنافس يكون هناك انتماء لهذا الصف الدراسي يشعر بانجذاب بمحبله أن يجعل هذا الفصل الأفضل ينافس إذا كان هناك مسابقات و تحفيز بين عناصر الفصل ذاته أو الفصل مع الفصول الأخرى كذلك خلق مناخ إيجابي في الفصل أن أخلق مناخ إيجابي تنافسي تفاعلي لا يصل الحماس بهم إلى أن يكون هناك شوي مزيد من احتقال مزيد من الضغط فيما بينهم و لكن كذلك أجعله يصل إلى مرحلة من التنافسية التزيد من التآلف و المحبة فيما بين بعضهم البعض عبر خلق هذا الجو الإيجابي داخل الصف تأثير معلم الصف و توجيهاته معلم الصف مهم جدا ربما المعلم أحيانا لا يشعر ما هي الأهمية التي له في نفوس هؤلاء الطلاب التوجهات التي تقوم بإعطائها إياهم التعليمات النصائح التي يتلقونها منك هي مهمة جدا و تعني لهم الكثير و تعني كذلك لأسرهم الكثير الطالب ربما يستمع لتوجيهاتك لتنبيهاتك لكلامك أيها المعلم يعي ما تقوله بشكل و يستمع له بإنصات و حرص فمهم جدا دائما الاهتمام في هذا الجانب و تطوير تأثير المعلم داخل الصف هو بالتأكيد مؤثرة جعله تأثير إيجابي و فعال كذلك تعزيز التفاعل الإيجابي بينه و بين زملائه أحاول دائما أن أخلق العديد من الأجواء المسابقات التي تحدث التفاعل الإيجابي لا تفاعل المشاكل التفاعل السلبي بدل ما أخليه فاضي في الفصل يتهاوش مع هذا و يتناقر مع هذا و يرمض القلم على هذا أجعل جو أكثر إيجابية فيما بينه أحفز هذا التفاعل إيجابي أجعله في مجموعة أشركه مع مجموعة يتفاعل مع بعضهم البعض يهتم أن تكون مجموعة و هي الفائزة و خلال هذا التعلم التعاون على سبيل المثال عبر النقاط بهذه الطرق و خلق هذا الجو سأجعل الطفل أكثر تطورا و أكثر نضجا في الجانب الاجتماعي و المهارات الاجتماعية إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم شكرا لكم على الإنصات و المتابعة سعت بتواجدي معكم الأسساد محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله دمتم بحفظ الله و رعايته والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته